موجز أخبار ظاهرة من جريدات وقناة تحوى سبراس الإلكترونية أهلا بكم بداية أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي اليوم الخميس رفقة والي ولاية تيارت علي بوغر والسلطات المحلية على تجشين مكتبة زاوية سيد عدة غلم الله ببلدية تيارت كما تفقد الوزير بذات المناسبة مختلف أقسام المكتبة هذا وأعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح برنامج دعم خاص لمكتبات بيع الكتب بعنوان سنة 2024 وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه يمكن الإطلاع إلكترونيا على شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم وكل التفاصيل المتعلقة بذلك إلى مجال النقل أعلنت الشركة الوطنية للنقل بسكك الحديدية عن التوقيت الكامل لرحلات القطارات على خط وهران بشار وهران استثناء بمناسبة العطلة المدرسية الشتوية من جهة أوضحت الشركة أن الانطلاق من ولاية وهران يكون يوميا على الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحا وانطلاق القطار الليلي يكون على الساعة التاسعة تماما مساءا أما الانطلاق من ولاية بشار يكون يوميا على الساعة السادسة تماما صباحا وانطلاق القطار الليلي يكون على الساعة العاشرة تماما نهاية المجاز في أمان الله